ثلاث سنوات من حرب اليمن باتت البلاد مقسمة فيها إلى عدة مراكز قوى متنافسة يحتفظ الحوثيون بالسيطرة على الشمال الغربي بما فيها صنعا وتسيطر مكونات الحكومة الشرعية مع السعودية على مأرب بينما القوى المتحالفة مع دولة الإمارات تركز على الأراضي الجنوبية هذا ما خلص إليه تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن واقع حرب اليمن بعد هذه المدة والتي أوصلت وضع اليمنيين إلى ذروة المعاناة جراء الانقلاب وما تبعه التقرير قبل أن يركز على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني في عدن أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية اتخذ شكلا رسميا لكنه في الواقع مقسم خاصة بعد الخلاف الذي ساد المرحلة بين القوات الجنوبية المتحالفة مع الإمارات من جهة وحكومة الرئيس هادي من جهة أخرى وأكد التقرير أن هناك مكونا إقليميا في النزاعات الداخلية الجنوبية هذا المكون هو دولة الإمارات التي قال متحدثون في التقرير إنها تتحالف مع أشخاص في محافظتي الضالع ولحج ضد خصومهم التاريخيين من أبيا محافظة الرئيس هادي يرصد التقرير في مجمله الوضع في عدن تاريخيا بالإضافة إلى الوضع الحالي بعد سيطرة الحزام الأمني على المحافظة موضحا أن عمل الحكومة في عدن مجمد فلم يتسلم المحافظ الذي عينه الرئيس هادي مهام منصبه ولم يبقى المحافظ في المدينة أكثر من بضعة أشهر المدينة مأخوذة رهينة في لعبة شد حبل متداخلة بحسب وصف التقرير فهناك أنصار حكومة الرئيس هادي وخصومهم في المجلس الانتقالي الجنوبي وثم تنزاع ألقى بضلاله الثقيلة على الجوانب الخدمية التي تهم المواطن في عدن والمحافظات الجنوبية يعيش اليمن شمالا وجنوبا وضعا هو الأسوأ في تاريخه ففي الوقت الذي يؤمل فيه اليمنيون إيجاد حل للأزمة المتفاقمة وإنهاء الحرب المدمرة لا تزال العثرات في طريق تلك الآمال تؤجل كل أحلامهم بالعودة إلى مسار ينهي الحرب شكرا